يصفني لبعض الأصدقاء بأنني شخص محايد وموضوعي وما إلى ذلك بالحقيقة لا أريد أن أخيب أملهم وقول بأنني لكلا أنا لست محايدا ولست متحيزا لهذا الطرف أو لذاك بالحقيقة أنا لست كل هذا على الإطلاق من أنا إذن؟ كونوا معي أصدقائي بعد الفاصل لماذا أقول هذا الكلام؟ قبل هذا السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنني أعتقد بأن الوقوف إلى الطرف ضد الطرف آخر هو انحياز أكيد وله علاقة بالتفكير الجماعوي أو النحنوي نحن لدينا شيء فهذا الشيء أو ثابت أي ثابت كان إلهي ثابت قومي ثابت وطني ثابت جغرافي ثابت ذهني أي ثابت كان وهذا الثابت نتمسك به ونعتبره هو قطب الرحى الذي ندور حوله ونصلي ونستعبد ونمدح ونرقص ونفرح ونترح من أجله بالتالي هذا الثابت هو الذي قطب الرحى كما قلت والذي ننافس به وننافس به الآخرين من غير جمعنا وشملنا ولمتنا وأمتنا وديننا وأي تسمية كانت من جماعتنا والتي هي مشتقة من النحنوية بالتالي أنت تقف ضد الطرف الآخر ليس لأنه مع الحقيقة أو ينابز الحقيقة فقط لأنه هو يقف ضدنا لا أكثر مجرد صراء بيولوجي لا أقول حيواني لعبارة أكثر تهذيبا صراء بين أطراف مختلفة على الماء والكلاء والوجش الحسن كما يقال المهم هناك مصالح ونحن بشر يعني بالنهاية لدينا حاجاتنا ومتطلباتنا ونعيش لتلبيتها أو وجدنا أصلا لتلبيتها يعني نحن نقول نحتاج ولدينا حاجات نحن وجدنا في الطبيعة لتلبيت هذه الحاجات بل هدف من هذا كله لا نعرف ويكذب من يقول أنا أعرف بل هو يتخيل أشياء ويصدقها ويحاول أن يفرضها على الآخرين لأنه مؤجب بها لا أكثر والآخر وعليه في أن الحياة في هذا الموضع كما يقال يعتبر فضيلة لأنك لا تدرج نفسك ضمن هذه الجهة أو تلك أو هذا المؤمن أو ذاك الكافر أو هذا المعارض له في الحقيقة الشخص المحايد هو شخص غير منتمي إلى أو ما زال في طور الانتظار أو في غرفة الانتظار للتحول إلى هذه الجهة أو تلك فهو بالتالي هو متفرج وما زال لم يتخذ القرار الحاسم يعني كما ذكر الفتنة بين علي ومعاوية أو الصراع أو المعارك الدامية بينهما صعد عبد الله بن عمر قالوا أنت مع هذا أم مع ذاك أم مع الخليفة الشرعي أم مع الذي اعترضه معاوية قال لهم أنا أقف على التل يعني أنا وقف على التل أسلم هنا أفضل وهنا بميزات لكن الوقوف على التل أفضل هذا لا يعني بأنه كان معا أو ضد إنما هو يريد أن يبحث عن جماعته التي تفضل أن لا تخسر أي ميزة ميزاتها أو تخاطر بها والحقيقة أحيانا هؤلاء ينجحون في هذه المهمة وهم قلة نادرة غالبا ما يكون إنسان مجبرا أو مرغما على الانتماء على حساب جماعة أخرى وهذا شاهده من خلال التعليقات والبعض يتغير ولا عندما تتغير الظروف مثلا الآن عندما ألاحظ الآن ملكة جمال السعودية وهذا مطلع خبر قالت عن ملكة جمال السعودية ألاحظ الشبكات الإعلام والرجود للأفعال باردة جدا وكأنه شيئا لم يكن بينما لو كان هذا الخبر قبل عشر سنوات لنقلبت الدنيا وقالوا هذا كفر والحاد لكن يعني أنه الآن الكثير من المحايدين أو الذين يدعون الحياة هم موجودين في أيامنا هذه ولأسباب لأنه هناك تعبيرات تحجث بين بالقوة الحاكمة والمتسلطة أو المتحكمة بإرادة الشعوب وبحاجات الشعوب وهذا أمر طبيعي موجود في كل مكان هذا ليس نقدا إنما وصفا لا أكثر أنه هناك قوة حاكمة وهذا واجب أن تكون متسلطة وإلا كيف تحكمين تحكم يعني بالعين وأغاتي كما نقول بالإراق يعني بالمحبة إنما بالقوة والسلطة واستخدام أدوات السلطة فبالتالي الحياة بكل الأحوال هو ليس أمره سيئا وأنا بالتالي أنا شخص غير محايد لماذا أنا غير محايد لأنني لا أنتظر الذهاب إلى هذه الجهة أو أدخل في لأبة قمار أو مراهنة على هذه الجهة أو تلك أو أنتظر ريثما يعني المعركة ينجلي غبارها وأختار الطرف الرابح وأكون حينئذ في خير عميم وأقول الحمد لله أنا راهنت على الفرس الغير رابح لأنه أنا خسر هؤلاء قلت أقول أنا ما لي علاقة يعني أنا لم أكن معهم وأن ربح هؤلاء أقول أنا كنت معكم فبالتالي هي مسألة غير محايدة في الجوهر أنا أقول بالتالي أنا مبدأي وفكرتي الأساس هي أنني لا أكون محايدا ولا أكون معا ولا ضد هذه العملية بأكملها أنا لا أدخل فيها ألا أنما هناك وأدعو الجميع إلى هذا التصور لأنه حتى لا يتم دائما التبرير المواقف بهذه الطريقة اللي أعتبرها طفولية وأعتبرها وصولية وبراغماتية بشعة وليتخذها أيضا عذرة يعني يعني عذرة لأنه الحياة ليست بالسهولة التي هي يعني لا بد أن نتفهم مواقف كل إنسان لكنها بالنسبة لي أعتبر أنه هذا المواقف غير محايد أنه يكون إنسان يجب أن يكون غير محايد لماذا؟ لأنني بحاجة إلى أن أفهم ما يجب الإنسان والمجتمعات المعاصرة ليست بحاجة إلى أن يكون الجميع مع هذه الكتلة أو تلك الكتلة أو يقف على الحياة إنما بحاجة إلى مجموعة من الناس يرون الأمر خارج هذا الإطار وهذه الثلاثية أو الثنائية التي يفصل بينها المحايد فما نحتاج هذه المنطقة أو الطبقة أو المعادلة الثلاثية هذه لا نحتاجها نحتاجها في العمل ربما في بناء المؤسسات في اتخاذ قرارات في حسب الخلافات والتحزب إلى جهة على حساب أخرى لها شؤونها في الحياة لكن عندما أنت تريد أن تفهم واقع البشرية والمعضلة البشرية والأزمة وجود الإنسان في هذا العالم أو الوجود الذي دفعنا للإنوجات فيه عليك أن تكون غير محايد على الإطلاق بل على العكس أن تكون حادا جريئا منقبا محللا مفككا جامعا وواصلا فاصلا يعني كل شيء تقدر تفعل والهدف أن تكون لديك وجهة نظر تفهم ما يجري من خارج الإطار أو النسق الذي يقدم لك أو للجميع أيضا هناك أمر آخر أنا أيضا غير موضوعي ليس بضرورة أكون موضوعي ليس مجبرا أن يكون موضوعيا وهذا ممكن أن يكون واحد إنسان باحث الباحث بالضرورة يجب أن يكون إنسان موضوعي ويجب أن يطبق منهج ألمي دقيق وفيها الصح والخطأ أنا أيضا لا أحسب نفسي من هذه الكتلة الكتلة ما أحترام لها وما أحترام لجميع الكتل والجميع للتوجهات لكن هذا لا أعتقد أنني أستطيعه أنا بالتأكيد أكون موضوعي وأحاول أكون موضوعي لكن موضوعي يعني عندما أستطيع الانفصال عن ذاتي وعن أفكاري وعن خبرتي وعن معرفتي عند ذلك أكون موضوعيا يعني أتصرف كآلة كما يفعل الباحث العلمي كآلة لديه منهج أو مثل واحد بالمختبر أدى أدوات يشرح بهم ولكن أنا لا أستطيع أحاول قدر المستطاع لكن دائما أجد نفسي موجودا داخل الموضوع الذي أبحثه وأجد ذاتي بالضبط الشخص الذي يعني حتى بالفيزياء الكوانتية يقول لك أنت لقى الراصد الأوبزيرفر دائما يعني هو جزء المشهد بحيث الفوتون يعرف إذا أنت تنظر إذا أنت دخلت على الموضوع وأتبرت نفسك محايدا وغير موضوعي فيتصرف الفوتون بطريقة مختلفة عن تصرفه حينما تبتعد عنه أو لا تجعل نفسك مراقبا وراصدا لهذا الفوتون بأتبارك موضوعيا لكن بالحقيقة الفوتون يعرف أنك لسه موضوعيا يعني حتى بالفيزياء الكوانتية وهذه التجارب تم إثباتها وهي سبب سبب الظهور النظرية الكمية أو الكوانتوم ميكانيكس لغويا الانحياد أو الحياد هو الانحياد عن الخط ما أنه هناك نقدر نقول هناك خط مستقيم أو أثنان يقفان على خط مستقيم فهناك أنت لا تقف على الخط المشترك بينهما بل تقف على الحياد وتدعهما يستجمان ببعض من البعض وسياسيا المفهوم فيه قدارة طبعا بصراحة الصحيح هو يحفظ أمن وسلامة الدولة التي تتبع مبدأ الحياد لكنها في الوقت نفسه يعني وكثير من الدول هي حتى قانونيا تتبع مبادئ الحياد وبعضها تتبع عدم الحياز في مواقف كثيرة بين دول التصارع فيما بينها لكن هذه تجد دولة تذبح الملايين وبينما الدولة جارة تصمت وتغض النظر عن هذا الموضوع وهذه مسألة فيها قدارة لا توصف يعني فيها يعني أنت ترى السوء يحدث جوارك وترى الناس بالمئات وحيانا بالملايين يقتلون هكذا بطريقة عبثية وتحاول أن لا تتدخل بالموضوع وبحجة أنك محايد وتبدأ يعني تنافق وتدجل وهذا العمر فيه من الأنانية ما فيه وهو يكشف أنه هناك كل مصطلحات والمفاهيم التي نؤمن بها فيها إشكالات خطيرة جدا وعلينا أن لا نعتبر أنه عندما نقول أنا شخص محايد وأنا ما لا علاقة أنت هذا لا يعني أنك بريع لأنه نفسه عبد الله بن عمر عندما يدعي الحياة أو يقول أنا محايد هو نفسه اللي كان يعني مزواج يتزوج كثيرا كما هو معروف وكانت أملاكه وأدى حتى أبيه في حياته كان يحذر الناس من التزويجه تزويجه أعتقد أو شيء من هذا القبيل ما أعرف بالضبط أشياء ما أذكر كان والده غير راضي عنه بعض الأمور لكن مو هذا الموضوع الموضوع هو أيضا كان أدى آلاف الجواري وآلاف العبيد وآطيان وأدى أملاك هائلة وأعدات كبيرة ضخمة جدا من أموال هاي من أين حصل عليها الحصل عليها بكده وتعبه كان أبيه لا ليس لديه ما يأكله حتى بزمن البقثة النبوية قبلها فمن أين يأكل لهذا بالتأكيد من عرق الناس واليتامى والمساكين الذين ذبحوا وقتلوا وسلبوا وهجروا وسبوا وقتلوا في بلدان التي فتحت يعني كما يقال فلابد وهذا ليس إدانة لجهة على حساب جهة أخرى لكن إنه هاي هي الحقائق الإنسان ليس يعني ملاكا نازلا من السماء لا هو ولا أديانة بالعكس الدين أنا عندي حلقة أن الدين هو مصدر العنف أو العنف مصدر الدين أو لا الدين الدين هو يعني مصدر العنف العنف مصدر الدين يعني هو الدين يخرج من حاجة الإنسان على العنف والدين مجرد يأتي لي يمأسس العنف ويجعله شرعيا وكما تفعل الدولة الحديثة حسب اللي تتبع مفهوم ماكس فيبر الألماني وبعد الفاصل سأحاول النظر إلى موضوعة الحياة فلسفيا ولكن بشكل مبسط وسريع أقولوا معي فلسفيا لا يمكن أن يعني أنا في رأيي أنا لما أطلع على الموضوع لكن الآن يجي وليد الصدفة يعني لأنه أحد الأصدقاء قال لي أنت الشخص محايد وموضوعي ففكرت بالموضوع شبت أنا بالأكس أنا لست محايدا ففكرت بها فلسفيا حتى ذا ممكن لأن ما إذا راجع الفلسفة ماذا قالت في الموضوع لأنه راح أدخل في قضية معقدة جدا وأخصى ندخل ولن أخرج منها فهي راح من وحي الذاكرة ومن وحي التفكير المباشر أو يعني تداعي الأفكار المباشرة فأنا برأيي بأنه تداعي الفلسفة هي بالتأكيد قدما الإنسان يفكر لا يستطيع أن يكون محايدا لأسباب كثيرة كيف تكون محايد؟ لابد أن تتخذ موقفا لأن أنا عندي نظرية تثبيت أنه لابد أن تثبت شيء ما لكي تنطلق منه وعملية تثبيتها بحد ذاتها هي عملية غير محايدة أي أن الإنسان لا يستطيع أن يكون محايدا مهما حاوله وحتى لو قال أنه محايد وبحقيقة هو يتخذ موقفا من الآخرين جميعا سواء كانوا الأطراف دائما هناك أطراف متصارعة حول الإنسان وحتى داخل الإنسان نفسه فالإنسان وضمن نظرية تثبيت اللي أتحدث عنها ولي أطبق عليها معلوم أفكاري أقول بالإنسان لا يستطيع أن يفعل أي شيء دون أن يكون أن يتخذ موقفا ويتكئ على ثابت أو يتلبسه ثابت ما لكي يستطيع بعد ذلك أن ينطلق ويفكر ويقول كل شيء أنا أيضا عندما أتتني الفكرة ثبتت الفكرة في ذهن وبعد ذلك انطلقت من خلالها أي معنى آخر أن الفكرة التي أتتني حول عدم الحياة هي فكرة فيها لا حيادية واضحة فيها تحييز واضح فبالتالي أنا موجود في كل فكرة أطرحها لا أستطيع التخلي عن ذاتي ولا عن عن هذا العمق لهذه الذات التي هي عمق البشرية بأكملها يعني كل الناس الأجداد والأحفاد والألاقات اللي أعرفها كلها منصبة في ذاكرتي ووعي ولغتي وحتى حركاتي يعني حركاتي وسكناتي وكل شيء هذا كما قلت يأكد بأن الحياة حتى على المستوى الآن العلم الفيزياء الحديث كما أشرت كوانتم ميكانيك يأكد بأن الحياة مسألة مستحيلة وغير ممكنة ولحد الآن يعني مسألة الصراع بين الأضداء حتى لما نرجع إلى هيكل خاصة ومتخصص مسألة النفي والنفي النفي ونفي النفي أثبات وجدلية القضية ونقيضها وما إلى ذلك هذه آآ إلها علاقة بالموضوع لأنه كيف تكون محايدا آآ ومع وجود آآ يعني القضية ونقيضها طبعا الموضوع الوجود الله من عدم وجوده أيضا هي قضية لا حياة فيها نحن ندعي وجود حياة لكنها بالحقيقة ليس هناك الحياة الكبير فكيف تكون محايدا في قضية من هذا النوع أنه تنفي كل شيء أو آآ تقول أنه أنا أغنوست يعني أنا آآ لا ديني مثلا فعندما لا تكون دينيا أنت بطريقة أو بأخرى أنت آآ تخذت موقفا وهذا الموقف يحسب على أنك غير آآ متحيز فيه أو أنك غير منتمن إلى جماعة لا حساب جماعة أخرى أو عقيدة أخرى وهذا أيضا إلى علاقة بفصل الكبير بين مسألة الإيمان بالله عن مسألة الحياة أو الإنسان يعني ثناية الله والإنسان فهل نحن جزء من الله هل أن نحن نعتبر يعني تابعون أو يجب أن نعود إلى الله أم أن الله هو مخلوق خلقه الإنسان هذه الثنائية تحتم علينا أن ننظر الأمور بطريقة مختلفة وفيها إشكالات كثيرة وتداخلات ما أحب أدخل في تفاصيلها لأنها يعني لن نخرج منها أطلاقا وهذه مسألة أمرها 3000 سنة أو من أيام فلاطون إلى اليوم لم تحسم ولن تحسم أبدا وهذا يذكرنا حتى منطق أرستو منطق أرستو هو يعني كان محاولة يعني يضع قانون للأفكار ويحلها لكن بعد ذلك التبين بأنه لم يستطع أن يكون محايدا حتى في وضعه لمبادئ المنطق وعلم المنطق بشكل عام بجليل أنك تجد هناك من يريد أن يثبت عدم وجود الله يذهب إلى المنطق وعندما من يريد أن يثبت وجود الله أيضا يستعمل المنطق فما أين الحقيقة وهي أيضا حتى كلمة الحقيقة والبعض يقولي أنا أنا سأقف على الحياة أو سأحاول أن أقول الحقيقة يا ما هي الحقيقة لا تستطيع أن تكون ممتلكا للحقيقة أو هي الحقيقة أيضا كمفهوم ليس مفهوما يعني منجزا ويحسم الأمور لأننا لا نعرف ما هي الحقيقة قد يكون الحقيقة لدي شيء تختلف عن الحقيقة التي لديك ولا يمكن أن نتوحد في هذه الحقيقة وبالتالي لن نكون محايدين مهما عاولنا هذا الأمر يحتم عليه أصلص إلى المولوع النهائي وهو أنني لست محايدا بإرادتي لأنني أدرك أنني لن أكون محايدا وليس من الواجب أن أكون محايدا لكن لابد أن أكون ملتزما بنوع من الواجب الأخلاقي حتى عبير الإيمان ويل كانت الواجب الأخلاقي اللي يربط بيننا جميعا هذا الواجب يحتم علينا الالتزام وليس الحياد الالتزام بالمبادئ التي يجد الاعتفاق فيما بيننا عليها بغض النظر عن رأينا وموقفنا وهذا المسألة حادثة في أوروبا لأنهم أتهم خبرة عالية في الموظف يعني تلاحظ أن خلافاتهم السياسية تصل إلى حد هائل من المصادمات لكنهم أدما هناك السقف للخلافات فيما بينهم هناك تعارضات كبيرة لكن هناك السقف حد أعلى لا يتجاوزونه وهذا الحد هو الدستور الذي يأمنون به جميعا ولا يحاولون الخروج عليه بأي شكل من الأشكال وهذا مبدأ عام وهذا سميه هو الثابت الذي يجمع أواصر الجميع مهما كانت خلافاتهم والأمر أيضا حتى بالدين الإسلامي هناك شريعة وفكرة ما هي فكرة الله فكرة النبوة فكرة الاحتكام إلى النص المقدس وإلى الحديث هي هاي فكرة الإمساك بالشيء منها الثابت وهذا الثابت نحاول أن نتمسك به حتى نعرف هنا بمشاكل كثيرة نعرف أنه فيه تناقضات الحديث به مليون قضية فيه ناس عجل قنوات خاصة بس يتحدث عن الحديث وناس يتحدثوا واختاروا القرآن وسمونه في اسم قرآنيين لكن هي القضية أنه المشكلة أنه أنت لا بد أن تتمسك بالشيء وتنطلق من عنده حتى لا تستطيع أن تكون محايدة حتى لو دعيت المحايدة فلن تستطيع ولو كنت محايدا فستنتج بالنهاية ستضطر إلى أن تنتج إلى جهة محددة وتفرض شروطك المتحيزة لقضية معينة ولثابت معين ترغم الجميع على الانصياء له مع السلامة